هذه الكلاب من فصيلة لابردور ريتريفر الوفية التي يعتمد عليها احتفظت بلقب أشهر كلب في أمريكا في عام 2018 وذلك للعام الثامن والعشرين على التوالي وفقاً لما ذكره نادي مربي الكلاب الأمريكي هذا الأسبوع وباحتفاظه بلقب أشهر كلب في أمريكا لمدة ثمانية وعشرين عاما يتفوق اللابردور على الرقم القياسي البالغ 22 عاما الذي سجله كلب بودل في القرن العشرين وتأتي شهرة اللابردور على رغم من قلة حظه في عرود السرك فعلى مدى 143 عاما من المنافسة لم يفس كلب من هذه الفصيلة بالجائزة الكبرى في مسابقة عرود وست مينستر للكلاب ومع ذلك فإنما يتحل به كلب اللابردور من جمال الشكل وهدوء الطباع جعله مطلوبا للغاية في قطاع عريض من الإعلانات التجارية من شركات الأدوية وحتى العلامات التجارية الشهيرة مثل رالف لورين ترجمة نانسي قنقر